كيف تقيم سير القضايا عناصر النظام السابق؟ أنا حقيقة يعني كصحفي ما متخصص في جانب بتال القضايا وزارة العدل، القضايا العدلية ولكن كزول مطلع ومراغب للأوضاع يجب ومدافع عن حقوق الإنسان إن كنت الزول المتهم يجب أن تقدمه لمحاكمة عادلة اتنين الناس المختصين والغانونين قاعدين يقولوا بما فيه الناس الحرية والتغيير والتغيير الجزري وغيرها من المكونات إنه بيقولوا فيه لابد معالجة القضايا بتاعة الأجهزة العدلية وغيرها النقطة الثالثة في ده أيضا في آخرين بيقولوا بيمشوا أبعد من كده بيقولوا إنه غياضات النظام البيض المتهمين إذا كان في الانقلاب والغير من القضايا دي الموجودين هم فيها هم بيحاولوا يطولوا أمد المحاكمات بالنسبة لهم وتفسير الناس اللي بيقولوا الرؤية دي بيقول ليك زي ما هم كانوا مبيتين النية للانقلاب بتاعة 25 وآخرين مشوا أبعد من كده أشاروا للانقلاب بتاعة 89 القال فيه دكتور حسن الترابي أسهب للغسر رئيسا وأسهب للسجن حديثا فلذلك دي كل ناس من أصحاب هذه الرؤية عندهم رؤيتهم عندهم الحجة حقتهم ده إذا كان تغييمنا لهذه المحاكمات ناس بيفتكروا إنه ربما الكيزان بيفكروا أول الناس المتهمين دي بيفكروا في إنه شيء في شيء يدبرونه لون عشان يمكن زي الإنقلاب الفات أو المبررات السوق ثالث لكن نرجع ونقول في إنه القضية بتاعة حقوق الإنسان يجب أن تقديم الناس بمحاكمات عادلة والإسرع فيها طيب الآن ظهور حميتيك شاهد اتهام ضد البشير في قضية فتوى قتل المتظاهرين ما هي تأثيرات هذا الظهور على سير القضية في رأيك؟ من ناحية غانونية من حق المحكمة تستدعي أي زول للمسؤول أمامه لكن من ناحية تانية إذا كنت تدير الجانب المكاسب السياسية ظهوره ظهور حميتي في الوقت ده برسل رسالة إنه مع سيادة حكم الغانون وده ممكن ربطه مع التصريحات اللي هو قال في يوم التوغيع إنه هو مع سيادة حكم الغانون وهي يستجاب للمحكم ومشى شهد أمامه لكن إذا لما قرأت الخبر إنه كان في وقت من الأوقات طلب مهلة حسب كلام الخبر طيب ظهور حميتي الآن ومعه الضباط المذكورين في الخبر هل يمكن أن يقود إلى وجود متهمين جدد في القضية؟ والله ده متوقف على ما يقوله أمامه المحكمة أنا لا أعرف هو حيقول شنو في المحكمة لكن ده بتوقف على كلامه اللي بيقوله والمحكمة تبني على حيث ياتفاته اللي بيقول أمامه اشتركوا في القناة